يقول هل يلزم ويجب على الأب الانفاق على الولد الذكر بعد سن 22 سنة و متى تسقط النفق على الولد أبو محمد من مصر بارك الله فيك و أصرح الله لك النية و الذرية و بارك الله لك في الأولاد أخوي الفاضل أولاً نفقة الوالد واجبة على زوجته و على أولاده هذه قاعدة شرعية نفقة الوالد واجبة على زوجته و على أولاده الأمر الثاني بالنسبة لأن نفق لها حد فيما يتعلق بالأولاد أما الزوجة لها ليس لها حد تبقى إلى آخر العمر تنفق على زوجتك إلى آخر العمر بالنسبة للأولاد إذا بلغوا نصفقها على أن الولد إذا بلغ رفع الوالد يده عن الإنفاق عليه طيب الأمر هذا في واقع الأمر يا أبو محمد يرجع إلى العرف قديما كان الناس لديهم أعمال يدوية و صناعات فكان الولد منذ الصغر يعلم صنعة و مثل ما تقول العرب صنعة في اليد أمان من الفقر طبعا بإذن الله بإذن الله فكان الولد ما يصل 13 14 سنة هذا إذا بالغت أنا إلا وتعلم صنعة ولذلك يبدأ يكتسب و يحترف الآن تغير الوضع يا أبو محمد الوضع الحالي تغير الآن أغلب الدول ولا أقول كل الدول الوظيفة تأتي بعد الجامعة الوظيفة تأتي بعد الجامعة فإذا الولد حصل على الشهادة الثانوية بالكاد يحصل على وظيفة بالكاد كثير من الآباء ما يرضى ابنه يحصل على وظيفة يعني متدنية المستوى يريد ابنه في أحسن حال هذا يعني طبيعة الآباء و الأمهات طيب الواقع تغير و من الفقه أنني أنظر إلى الواقع من الفقه أنني أعتبر أعراء الأعراف و العادات التي عند الناس أصبح الآن الولد ما يمكن أن يتوظف إلا بعد أن يتخرج من الجامعة هذا إنحص الوظيفة و لذلك إذا تخرج الولد من الجامعة اللي يظهر لي و الله أعلم أن الأب يرفع يده في قضية النفقة هذا من حيث الوجوب أنا أقصد يعني لا يسأله الله عز وجل عن هذا الولد إذا الولد خلاص حمل الشهادة و شق طريقه في الحياة إلا أن يكون ولد عنده إعاقة ولد عنده مشاكل مثلا نفسية صحية هذه مسألة ثانية و لذلك يا أخي الفاضل ابنك الآن عمره 22 سنة هل الآن تخرج إذا تخرج قل له خلاص ابحث لك عن عمل و أنا أتوقف عن قضية الصرف عليك هو الذي الآن يلتفت إلى والده يحاول أن يساعد والده يحاول أن يرد و لو شيء بسيط و لن يستطيع و لن يستطيع لو بذل كل حياته أن يعوض والده عن هذا الشيء اللي بذل طوال حياته ما يستطيع ما يستطيع لا يجزي ولد و والده إلا يجده مملوكا فيعتق فهنا يأتي دور الولد للأسف الشديد و هذه يعني أقولها هكذا يعني يعني من خلال هذا السؤال كثير من الأولاد للأسف الشديد لما يتوظف ينسى والده حتى و لو بهدية حتى و لو بهدية حتى و لو بمساهمة في مثلا دفع فواتير فواتير الكهرب فواتير التلفون مثلا فواتير الإنترنت للأسف الآن بعض الأولاد طوال حياته عاش و موجود إنترنت في البيت أليس كذلك موجود طيب تخرج و ما زال يستعمل الإنترنت و هو قد توظف هو قد توظف ما يقول والله مثلا يعني تفضل يا والدي أو هو يبادر يقول أنا علي الفواتير الإنترنت علي فواتير الكهرباء علي فواتير الغاز علي فواتير الماء مثلا يعني يقوم الأولاد للأسف الشديد يعني حالي يشكو منها كثير من الآباء والأمهات أصبح هناك أنانية ذاتية عدم الاتفاة لمثل هذه المساء ولذلك أخي الفاضل الذي أرى لك بأنك تنفق عليه حتى يتخرج من الجامعة و يحصل على ما يسمى بالبكاليريوس أو الأسنس أو الشهادة الجامعية مثلا و يبدأ يشتغل خلاص ترفع يدك عنه لكن لو جاء أب مثلا و قال والله أنا ما عندي قدرة أني أنفق بالكاد أطعم زوجتي بالكاد أدفع الأشياء الاستهلاكية بالكاد أوفر لقمة العيش و الولد قد بلغ خلاص أنت غير مسؤول أنه ممكن تقول له اشتغل يشتغل الولد إذا فعلا حملت المسؤولية عرف كيف يشتغل و ليس شرطا أن يكمل الجامعة إذا كان والله الوالد ليس عنده قدرة على ذلك بارك الله فيك